أهلا بكم من جديد وقف حجاج الدولة اليوم الجمعة التاسع من ذي الحجة على صعيد عرفات الطاهر وأدوا صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إلى الخطبة في أجواء إيمانية ممزوجة بالسكينة والتضرع بالدعاء إلى الله عز وجل ووقفوا إلى صعيد عرفات ليدون ركن الحج الأعظم متوجهين لربهم بالرجاء أن يتقبل منهم بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر ميناء بكل يسر ومرونة ورحة وقد أولت القيادة الرشيدة اهتماما كبيرا بتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة وخدمتهم في كافة المجالات وتلبية احتياجاتهم في هذه الأيام المباركة